السلام عليكم البنات اشخباركم لبس عليكم كنت من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف صحة وعافية انتم تشاهدوا هات الفيديو و انتم اول اهل ديالكم مرحبا بكم عندي في فيديو جديده في القناة اللي كنت مني لستيحسانكم اليوم ان شاء الله هالبنات سوف ينبرتجي معكم واحد البطبوط اللي يعني معمر بوحد الحشوة اللي مختلفة يعني بعيدة على الحشوة اللي مولفين بالخضراء كيجيها الى البنات جربوها على حسابي كيجيها الى غير تبعو النصائح ديالي ومشاركت معاكم الوصفة وكنتمنى تعجبكم وتجربوها سهلة بالنسبة للناس اللي يعني كتدير دائما الخضراء شي حاجة اللي بغى تغير يعني بغى تغير من الحشوة اللي كتستعمل كل نهار هذه هي الحشوة اللي غادي تعجبك ان شاء الله بإذن الله اذا نبقوا شاهدوا فيديو حتى النهاية باش كتشفوا طريقة التحضير ومرحبا باي زائر جديد عندي القناة وشكرا بزاف لمشاهدة ديركم بالنسبة للمقادير ديال هاد الحشوة هادية البنات كيف ما كتشوفوا عندي هنا مقادير بسيطة بزاف غادي نحتاج لصدر الدجاج او لا صدر بيبي الكمية اللي انتو ما بغين انا كندي الكمية اللي غا تكفيني انا ولداتي وراجلي عندي هاد الكمية هادي غادي نحتاج لها بنسبة للمقادير ياغورت مسوس عندي ما تشاهد الحك او لا مركز طماطم بودرة الثوم ليبزار سكنجبير المطارد بالنسبة لبدرة الثوم اذا كنتو قدروا المطارد تستغناء عليها انا بريد نديرها اما الوصفة تقدروا لا تديروش فيها قاعد ثوم بصفتي نهائية ولكن راكي اضيف مدق احسن صراحة ثومة اذا ما كانش عندكم ما تديروها اشديرو غير المطارد وإلا ما كانش تاني المطارد تقدرو تكتفيو بالثومة وانا كان فضل عوثاني كون المطارد انا كي اعطيها لو جزوين عارفة المطارد كيتويتها مع الجاج بالنسبة للمطارد نضيف شوية دي البودرة الثوم كيف مما قلت لكم إلا كان المطارد تقدرو تستغناء عليها وإلا تقدرو تعوضوها بثومة عادية تحكوه جوش فصوص على حسب كمية الجاج اللي انتو مديرين لدي هنا سكن جبير وكيف مما كان عارفوه الجاج كيتويته بشكل رهيب مع سكن جبير يعني سكن جبير يعني تتبيل اللي كتجي مع الجاج بثاف سنضيف شوية دي البزار أنا البنات هنا كنضيف عيني ميزاني دائما أنا خدمتي عيني ميزاني انتو ما تقدرو تانتم معينكم ميزانكم اضيفو إلا كنتو غضيفوا الجاج ودروا نفس المقادير إلا كنتو غضيفوا نفس الكيميا ما عرفش تش بالضبط ولكن هنا عندي أكثر من مئتين وخمتين جرام دي السدر الجاج ولكن ما وصلش نسف كيلو ما وصلش هنا درت معلقة صغيرة دي المراكز الطماطم أو ماتشة دي الحك ويلضفتو كيف ما قلت لكم جاش نضيفو تهوى للمقدار ونضيف الياغورت بالسوس يعني بدوني سكر وهات تتبيل البنات قد ما درتوها ترقضوا وغطيتوها بالفيلم آليمونتيغ وحطيتوها بالتلاجة رهيك تجي هائلة بنسبل دانون بالسوس او الياغورت اللي كيكون طبيعي نحن كوشي كنسميوه دانون ما عرفتش علاش المهم ياغورت المسوس كي يفتيدك الجاج كي خليها ارتبها كما تشيش ناشف المهم غدي نخلط مزيان هات تبيل هادي وغدي نغطيها بالفيلم آليمونتيغ وغنخليها واحد الساعتين لانه وباقي الحلالية نخليها واحد الساعتين في التلاجة عاد غدي ندوز باش نشحرها مهم البنات راني رجعت ندير الملح راني نسيت الملح راني صاي ما راني صاي ما راني صاي ما مست ديوش عليا المهم الملح ولكن انا ديرا غير شوية ديال الملح لان ندجاج مرقد في الملح والموطارد كيكون ديجا مالح اذا اردوا بالكم دائما في الوصفات ديالي انا اكد انكم تردوا البال من الملح اللهم ما تاكلوه ناقص او لا تاكلوه مالح بزاف مي من بعد مرقة تجاج ديالي كيفما كتشوفو خضيت طيفة اللي متتلصقش تنضير على شوية ديال زيت الزيتون وتنضير الحشوة ديالي كيفما كتشوفو هي هادي راني خليتها في التلاجة واحد ساعتين عجبتها باش نشحرها اضافوا زيت الزيتون لاني انا حسيت بها بقى قليلة عندي زيت الزيتون غادي نضيف شوية نحرك في هذه الحشوة ديالي وغيرت تطلق لي شوية ديال المضعوري نحرك فيها حتى يطب لي يدك الجاج مزيين راها دغيتي طيب ما تاخدش معك الوقت نهائيا مي من بعد ما طبت لي الحشوة ديالي راها بردات كيفما كتشوفو حكيت الفرماج الحمر لتقدروا الدول الكيميال اللي بغيتو حتنتو ما خليو حتت برد لان بغيت اذاك الفرماج يبقى هكا كبعين وغنحتاج للخص اللي غسلتو مزيين ورقدتو في الخل واستقطرتو مزيين انا عندي لماشي نشافة ولكن ما استخدمتهاش صراحة ما الافضل انكم تنشفوه مزيين وقطعوه غير بيديكم ما تقطعوهش بالموس هكا كتستفدو منه ما تضيعوش منه الفوائد لي فيه صافي وغدي نخلطهم على عناصر مزيين بالنسبة للبطبوت دياللي البنات ما شاركتش معاكم طريقة ديال البطبوت ولكن راه سهلة انتم ما شوفوك يجي البطبوت منفوخ وكيجي السهل صراحة كيجي غزال غزال الوصفة ما شاركتش معاكم باقي نشارك معاكم ان شاء الله ديال البطبوت يعني نسناولا فيديو ديال البطبوت ساهل بزاف وكيجي الشيش وكيتقطع بسهولة صراحة انا نردس واحد الكيمية ولكن ان شاء الله غنبارتاجي معاكم بطبوت مني غنكون باقي نديرو بشي حشوة اخرى ان شاء الله بإذن الله انا صراحة ما كنتش عوالا نصور ليكم نهائيا قلت علش لا ما نبرتاجيش معاكم هديك لهذا ما صورتش العجينة قلت علش ما نبرتاجيش معاكم ديال الحشوة نغيرو شو من ديال الحشوة ديال الخضراء مهم بالنسبة لبطبوتة وراء قطعوه يا راجلي صراحة قطعوه تكرفس عليه ولكن الله يجزيه باخير صراحة عاوني اعتقني في اللحظات الاخيرة بنسبة هنا كندهن انا بالجبن ديال جبلي تقدرو تديرو جبن طبيعي تقدرو تديرو فروماج عادي وانا كنفضل انا صراحة ما اتقلبت على جبلي اللي فيه التومة او اللي فيه الاعشاب ملقيتوش ترتغير هاد طبيعي صراحة ما اعجبنيش بزاف مهم نورمال موغسكو تدهنو البطبوت بشي حاجة نقدر نبرتاجي معاكم ان شاء الله واحد المايونيز خطيرة البنات خطير رائع هو اللي تقدرو تدهنو به كي اعطي كمية وافيرة وكي يجي السهل كي سهل في التحضير دياله غن نبرتاجي معاكم ان شاء الله فاد اليامات جاية تقدرو هو اللي تدهنو به وغي يجي مواتي مع هاد الحشو سوف نعمروا البطبوت ديالنا كيف مقبت لكم انا كون قطعتو ما غد يجي نقطعه قاعد يقطعي قاعد يقطاعي عادي قاعد يقطعي عادي قاعد يسكن معقولة صغيرة يعني مهم انتمو شوفوا البطبوت كيف ويجي يمفش ويجي صراحة مخفيف ومحلول ما لداخل يعني ما تيجيش مدقص وعلى فكرة البنات البطبوت ما تخليه شي خمر ملي كتقطعه بالقطعة وكتحطوه يعني الاسرار ستنبارتاجي معاكم ما تخليه شي خمر اه خطأ مني نخليهي خمر رائع حظ ين انا بحل بالطبوط العادي احنا بغينا المعمر ما تنخليه شيء يخمر تهوره سريع في التحضير صراحة سوف نكمل الحشوة بهذه الطريقة نعمرها هذا الشيء اللي سنحتاج انا وليدتي معكم الوصفة كيف مهي صراحة وكنتمنى تقبل العليا وكنتمنى تعجبكم هاد الوصفة اليوم كيف ما قلت لكم كتغيير دائما تنضي الحشوات بالخضراء بالكفتة يعني شيء مغيره وسهلا صراحة سهلا وجدتها ضغيه اذا سنكمل بنفس الطريقة ونرجع لكم بشكل نهائي اللي سنحط في الطبلة ميما البنات هذا والبطبوط اللي قلت لكم بالجاج صراحة يجي هائل مدق رائع وكيف ما قلت لكم مديروش الجبل عفوا الجبن مديروش لانه ما تعجبنيش بزف أنا غير حتى ما لقيتش البديل كان الفرماج سالي ما كانش عندي بديل المهم هذه الحشوة كنتمنى الوصفة اليوم تنلستي حسنكم وتعجبكم رابطة جيتها معكم كيف ما هي كيف ما اضطيته في الطبلة كيف ما كنت عوالا نديرو يعني ما غيرت حتى شي حاجة كنتمنى تعجبكم صراحة وتخليو لي اللي لايك ديالكم وتخليوها لي في التعليق وصلنا لنهاية الفيديو كيف العدم ما سختش بكم وادمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته